السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 15 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية صباح يوم الاثنين يعني لغاية الساعة ستة و 37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بعدها بينتقل لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 16 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل أيضا القمر بما أنه اليوم موجود في برج الميزان معناته هذا أفضل يوم من ناحية عاطفية أو لتقوية الرابط العاطفية لا علاقاتنا مع الأحبة أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شاهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هذه الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا زاوية وحيدة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها مثل الكلة، الحالب، المثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضو لللمس، البنكرياس، الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لإلها هذه الأعضاء جيدة لعلاج، مراجعات طبية، فحوصات أخذ أدوية مناسبة استشارة الطبيب إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي ولكن كجراحة فقط إذا كانت إضطرارية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن بالنسبة للجراحة التجميلية التي تكون للحروق أو التشوهات فما بنصح فيها خلال هذا اليوم هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية مهما كانت الظروف لأن الجلد هو الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فعشان هيك نحاول قدر الإمكان ما نعرضه لشيء ممكن يعمل side effect أو أنه يعمل التهابات أو أشياء من هذا القبيل يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون صباح يوم الاثنين الساعة ستة وأربع دقائق صباحا بيبدأ بتوقيت جرانيج وبيستمر لغاية الساعة ستة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم بيبدأ انحسار المحدة بعمره تسع أيام الساعة داعش وأربعة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيج بيصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة ستة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية القمر في الميزان حتى يوم سبعتاش ستة منتحس الأم بنسبة عشر في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة وأربعين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعتاش ستة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ورنس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية نبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتوف الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا القمر اليوم صار يعني أصبح مقابلكم تماما فعشان هيك بترغبوا اليوم في تعزيز شراكاتكم ولكن طبعا شراكات المال والعاطفة وما بين الأزواج ولكن بتكون حاذر الخلافات ما الضخم الأمور شوي ممكن تبدو مرهف الإحساس أو متوتر بسبب قلق ما فحاذر إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء بثير النفور خصوصا ما بينك وما بين الأشخاص اللي بيتعاملوا معك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لأنه القمر صار موجود في البيت السادس فبتكوا تنتبهوا لأعمالكم وتنتبهوا لصحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم ووقتكم حاذروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا في أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية حاول أنك تقوم بمهمك وإذا شعرت بشيء غير إعتيادي راجع طبيبك بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا القمر في البيت الخامس وهو بيت الحض يعتمر وأيضا في عنا زاوية إيجابية قوية فاليوم من الأيام المميزة تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وتأثير القمر رح يكون إيجابي عليك تشعر بالأمان والارتياح وبتغمرك العواطف الجياشي للتقرب من الأحبة من الأبناء من أي حد بتحبه أنت اليوم جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك عشان هيك بدك تستغل هاي الفترة للمصالحات وللتقارب مع الأحبة أو حتى ممارسة هواية ما برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر استقرب في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة عشان هيك اليوم بتفضله التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية فبدك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك حاول أنك تتفهم الآخرين تبقى هادئ احمي أيضا استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو اليوم من تأخير في المعاملات أو الالتزامات أو يصير بعض الأعطال المنزلية أو الأحداث العائلية الطارية اللي بدها بعض الاهتمام برج الأسد بالنسبة لمعاليد برج الأسد طبعا القمر استقر في البيت الثالث عشان هيك بتنشطه اليوم بالسفر تنقلات اتصالات حوارات نقاشات تسويق دراسة دورة جديدة تعلم شيء جديد نقاش أو حوار يعني كل الأمور هاي إيجابية بالنسبة لك ولكن بدك تتكلم بهدوء وتكون واضح لتفادي أي التباس محتمل هاي فترة جيدة للامتحانات ورح تنجح بمفاوضاتك ورح تكون جريء وفترة مثمرة جدا بالنسبة لأيلك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بدأت مرحلة جديدة لها علاقة بالأمور المالية فممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب المالية اللي أغلبها عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبا الدعم وبتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج أحد أحبائك لدعم مالي أو معنوي وبإمكانك اليوم مساعدته نظم أقصاتك وديونك أيضا اليوم وما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من المصاريف للزيادة والاستشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم لأنه القمر صار موجود عندكم نفسية أحسن تشعر بطاقة أعلى بصير عندك قابلية للاسترسال بأي أمر حتى الاهتمام بالنفس أو مع الأحبة أو التقارب مع الأصدقاء وبتجد حلول لمشاكلك وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد بعد تصحيح الأخطاء طبعا بتتغير نظرتك للحياة وبتحضر لتغيير نمط أو أسلوب ممكن اليوم في خبر معين كنت بتنتظره اليوم ممكن تحصل عليه برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب فكثير بتكون تنتبهوا اليوم من ناحية نفسية من ناحية صحية أيضا وما تخلي الشك أو الوسواس يشتغل فيك أو يخليه يسيطر عليك انتبه لصحتك إذا شعرت بشيء غير اعتياذي راجع الطبيب ممكن تجد نفسك في موقف صعب بدك تكون حذر وحكيم في إدارة الوقت حذر الكلام السيء وحذر من التراجع الصحي هاي فترة معني لا يعتمد على الحظوظ نهائيا فيها احاول انك تعمل بشكل روتيني وحاول ما انك ما تتخذ قرارات حاسمة برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم اللي كلها نشاطات اجتماعية ممكن تلتقي بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تتلقى اتصال مفاجئ من بعض الأصدقاء أو تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم حاول انك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر أيضا من التهور الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي وممكن تستعين ببعض الأصدقاء في بعض المسائل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن بدون أي تهور أو مغامرات أو أنك أنت تبادر بشيء ممكن يشوي سمعتك بتفرح لانفراج ملموس ممكن تعزز علاقتك مع المسؤولين بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد الأيام اللي شوي كانت ضاغطة عليك برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعاً بتنشغلوا في مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو الحوارات والنقاشات أو الامتحانات أو أي شيء يتعلق بأشخاص خارج البلاد حتى البريد والمراسلات والأوراق القانونية وأوراق الإقامة كلها هاي تعتبر من ضمن البيت التاسع بتقدر اليوم تطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية أو بعض المسائل الصحية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أو أهم شنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة أيضاً الأجواء ممتازة جداً على المستوى العاطفي والتواصل مع الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم القمر موجود في البيت الثامن عشان هيك التركيز رح يكون على الأموال المشتركة ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو ممكن تسترد بعض الأموال أو حتى بإمكانك أنك تراجع بنك أو ضريبة أو تأمين أو طالب بحقوق لإلك أو حتى أوراق ضم معاملات تتعلق بقضايا مالية أهم شيء أنك اليوم ما تبالغ بمصاري فكروا منه في فرص لبعض الحلول المالية وحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأياً كان لأنه برضو الأمور ما رح تكون سهلة بالحوارات والنقاشات وإن فعالاتك رح تكون قوية وحاول إنك ما تخالف القوانين قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء